بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنعمل كذا درس كده مع بعض هنتعلم فيهم ازاي نعمل منتده مجاني على الانترنت تمام بحيث مثلا لو انت عندك مثلا شروحات او مثلا عندك فيديوهات ليك مثلا او برامج او ايه حاجة انت عاوز ترفع على الانترنت ويكون لك موقع بشكل مؤقت لحد ما تعمل موقع اصلي دومين فالنهاردة هنتعلم ازاي نعمل منتده تمام طبعا انا مش هشرح كل حاجة في الدرس ده انا اخد الانشاء منتده على كذا درس يعني ممكن درس او درسين او ثلاثة تمام على حسب ما هحاول اخلصتكم موضوع بشكل مختصر وهو بشكل كامل برضو في نفس الوقت بحيث ان انتوا تستفيدوا من الموضوع تمام طبعا هي الفكرة انا استخدمتها فاول ما فكرت ان انا اعمل موقع لأوريجينال سفتوير وانتوا شفتوا بنفسكم الموقع او المنتده القديم بتاعنا تمام دا كان مبني بالطريقة اللي انا هعره لكم دلوقتي طبعا هي طريقة غير مجانية لان لو لاحظتم هتلاقوا ان كان فيه في اللينك بتاع المنتده فيه كلام زيادة وطبعا دا بيدول ان المنتده كان غير مجاني لكن بشكل مؤقت بقدر يعني يقضي الغرض او يخليك تعمل الحاجة اللي انت عاوزها بشكل مؤقت تمام مش حرغ كتير وندخل في الموضوع على طول طبعا عشان تعمل المنتده المجاني دا لازم يكون عندك ايميل على اي شبكة اياه وش ايميل اياه حاجة تمام بعد كده بتدخل على الموقع دوت اسمه احلمنتده دوت كوم وتقريبا هو موقع في انشاء المنتده المجانية تمام زي ما احنا شافين هنا انشاء منتده مجاني مكتوبة قدامنا هي بعد ما هيفتح معاك الموقع هتيجي هنا تدخل تدوز على بي اتش بي بي تو اول واحدة تمام تدوز عليها مرة واحدة وبعدين هيحاولك على صفحة تانية تمام هنا بيقولك اختار التصميم بتاع المنتده بتاعك انت عايزه ايه من هتيلك هو ست تصميمات لكن انت بيقدر تغير بعد كده من الاعدادات بتاع المنتده طبعا هنعرفه من خلال الدروس الجاية في التعديل ولتركع المواضيع والكلام ده كله تمام هو بس بيديك دلوقتي ست تصميمات مؤقتين بحيث ان انت تدخل على منتده بتاعك بتصميم لان منك اشتدخل من غير تصميم تمام ! فهو هنا مسلا هو مكتر التصميم الاولانą، الي هو هو ,aney편 WooS portray a little bit انا افضل ان انت تستخدمه لانه تقريبا ابسط واسهل شكل فيهم وشكل كلاسيكي وهادي مفيش فيه الوان كتيرة مفيش فيه ايكونات كتيرة هيكون سريع في التصفح بالنسبة للناس اللي هتدخل على المنتده بتاعك فانت هتختار اولاحد من هنا وبعدين هتطلع فوق هنا ودوس على كلمة تابع هنا هو بيكلوا منك بعض المعلومات هتنزل تحت شوية بقولك انت عاوز عنوان المنتده بتاعك ايه انا مثلا هسمي اي حاجة مثلا وليكن مثلا هسمي باسمي مثلا هنا بيقولك وصف المنتده بتاعك اكتب مثلا منتده مثلا انا كنت كتب منتده original software لشرحات الكمبيوتر والبرامج والفيسبوك والفوتشوب والكلام ده تمام انت بكتب الوصف اللي انت عايزه على حسب منتج او المنتجات اللي انت هتعرضه على المنتده بتاعك او الشروحات اللي انت هتنزلها تمام فانا مثلا لو افترضت انا هكتب وصف فانا هكتب مثلا منتده نحمد العتال لشرحات الكمبيوتر تمام مثلا هنا بيقولك رابط المنتده بعد كده بيكلوا منك رابط المنتده تمام بعد ما كتبنا الوصف بيقولك اربح حروف او ارقام على الاقل يعني لازم يكون الرابط بتاعك مكون من اربح حروف اللي هو هيكون دابلي 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 دوت بعد الدوت هتحط اسم المنتده بتاعك تمام انا كنت عامل المنتده القديم بتاعنا لو انتو كنتم ملاحظين بيتكون من اس اف تي سيفن تمام سوفتوير سيفن انا اختصرت كلمة سوفتوير لس اف تي تمام فانت مش هانفع ان انت تستخدم اكتر من اربح حروف او ارقام تمام ليه لان طبعا ازا ما قلت اول شرح ان الموضوع غير مجاني فبالتالي مش هتقدر تعمل اه اه رابط على مزاجك او الحاجة اللي انت حبيبها هو بيجبرك ان انت تحط اربح حروف فانت تحاول تحط اربح حروف مناسبين او اختصار لياسم المنتده بتاعك تمام انا مسلا حكتب مسلا هنا اربح حروف مثلا اي تي اي ال مسلا يعني اي تي اي ال تمام هنا لازم تختار حاجة من الحاجات ديت تمام انا كنت مختار اه المنتدى تمام هي كانت موجودة هنا طبعا انت تختار اي حاجة انت عايزها طبعا زي ما قلت برضو الحاجاتي بتظهر لك عشان انت اه ده منتدى مجاني او غير مدفوع فهنا مسلا المنتدى دوتكم تمام حيبقى عالتال او اي دوت المنتدى دوتكم تمام بعد كده هتنزل تحت شوية بيخلب منك البريد الا wheelchair بتاعك هتدخل ايميلك تمام زي ما قلت اي اميل عندك بتدخلو انا مصلا هدخل الايميل على الياهو تمام هنا بيطلب منك كلمة السر هدخل كلمة السر تمام كلمت سر دي يا جماعة اه اللي انتوا هتستخدموها في حالة دخولك على المنتدى تمام بعد ما تعمل منتدى هو بيطلب منك اه بيطلب منك تسجيل فانت بتكتب اسمك تمام او بتكتب اه كلمة السر احيانا هو بيبعك لك كلمة سر على الايميل بتاعك. تمام? احيانا ان هو بيبعت لك كلمة سر جلال انت بيستخدمها دلوقتي. فانت دلوقتي هتدخل اي كلمة سر. تمام? وبالتك هدوس على اا قدم. تمام? هو كده دلوقتي بيعمل لك المنتدى عشان يدي لك اللينك بتاعه. استنى عليه شوية. طبعا لو في اي خطأ او اي حاجة هيدليك زي ما احنا شافين هنا. ااا لاجرب الموافقة على بنود الخدمة. طيب انا عشان ما حطيتش علامة صح على اا اوافق هنا. فاداني اروف. هدخل تاني كلمة السر بتاعتي. تمام? هطلع فوق اتأكد ان كل البيانات موجودة زي ما هي. تمام? بعد كدوس هنا تاني. واستنى عليه شوية. طبعا هو بياخد وقت لان هو بيعمل لك منتدى. ازا ما احنا شافين هو قال لك انهاء عملية الانشاء. تمام? هنا اتأكد من كلمة السر الخاصة بالادارة. بيطلب منك ااا تدخل الباسورد. تمام? هتدخل الباسورد بتاعك. بعد كدوس على اكتشف منتدىك. استنى عليه شوية برضو. تم احداث منتدك بنجاح. خلاص هو كده عمل لك المنتدى بتاعك. بعد كده هتيجي هنا تدوس على ااا ااا الانتقال الى المنتدى. بس لو نزلت تحت شوية هكلا هنا ايه. قد ارسل لك بريد الالكتروني للدخول وادارة منتدك. تمام? هنا بيقول لك للدخول يجب عليك استعمال اسم عضو ادمن. تمام? طبعا عشان انت المنشئ بتاع المنتدى فيعتبر انت الادمن بتاع المنتدى. تمام? فانت هتستعمل كلمة ادمن عشان تدخل. تمام? اه وكلمة التي اخترتها. هتدخل باسورد اللي انت عملته. خلاص? بعد كده هتجي هنا تدوس على الانتقال الى المنتدى. تمام? زي ما احنا شايفين دخلنا على المنتدى والاسم اللي انا كتبته او. هنا منتدى محمد العدالي شروحات الكمبيوتر. هنا اسم العضو وكلمة السر. طيب احنا هنحاول ندخل كلمة السر. لان هو احيانا بيرفضها. انا هدخل كلمة السر اللي انا عملتها وانا بسجل معاكم. تمام? هدوس على كلمة دخول. تمام? هو كده دخل معنا من غير اي مشاكل. لو في مشكلة معاك في كلمة السر اللي بعد ما تدخلها او بعد ندخل باسورد وقالك ان في مشكلة او خطأ في التسجيل. هتروح تتأكد من البريد الالكتروني بتاعك ممكن يكونوا بعطولك رسالة بكلمة سر دي اللي انت سجلت بها. تمام? فانا لو روحت على الايميل هنا بيقول لي لا توجد رسائل خلاص مفيش رسائل هم مش بعطولي حاجة. يبقى انا كده هستخدم الادمن اللي هو الوزر نيم والباسورد اللي انا عملته في التسجيل. تمام? زي ما احنا شايفين ده شكل المنتدى بتاعنا. اه طبعا زي ما قلت انا مش هشرح كل حاجة يعني مش هشرح ازاي ترفع مواضيع النهاردة ازاي مش هشرح ازاي اه تعمل موضوع او اه يعني ازاي مسلا تمنع ان اي حد يشوف المواضيع بتاعت المنتد غير لما يسجل زي ما انا كنت عامل في المنتدى الادين بتاعك كان لازم تسجل في المنتدى وتبقى عضو عشان تقدر تابع كل الموضوعات والشروحات. تمام? لكن برضو هشح لك شوية حاجات بسيطة عشان يبقى عندها خلفية عنها. هنا زي ما احنا شايفين خلاص احنا عملنا المنتدى. تمام? اه طبعا في الدروس رجاء هتعلم ان زي نحزف حاجات من اللي موجودة فوق دي والكلام ده وزي ننظم الشكل والكلام ده تمام? لو نزلنا تحت شوية كده في اخر المنتدى او اخر الصفحة هنلاقي حاجة اسمها لوحة الادارة. تمام? لوحة الادارة دي هي روح المنتدى بتاعك. هو ده اللي انت هتتحكم في من من خلالها في المنتدى بتاعك. تمام? بيبقى الوحة الادارة دي اللي انت هتتحكم من خلالها في المنتدى بتاعك. زي ما احنا شايفين لنك المنتدى اللي احنا عملناه اهو. اه المنتدى دوت كوم. تمام? اي تي ايل دوت المنتدى دوت كوم. طبعا لازم تحفظه عشان ده بيبقى منتدك انت لازم تكون حافظ اللينك بتاعك كويس جدا. زي ما احنا شايفين هنا عندنا اربع اختيارات استقبال ادارة عامة مظهر المنتدى الاعضاء والمجموعات تمام? خلينا الاول ندخل في مظهر المنتدى هعلمك ازاي تغير التصميم بتاع المنتدى بتاعك لو انت مسلا مش عاجبك اه منظر المنتدى او عايزت تحط قالب جديد او الكلام من ده تمام? مبدئين هنا عندنا حاجة اسمها معاينة المنتدى لو دست عليها هيفتح لك المنتدى بتاعك زي ما احنا شايفين تمام? اي حاجة انت بتعملها او بتعدل عليها بعد كده بدوس على كلمة معاينة المنتدى اللي موجودة فوق دي بيبدأ افتح لك المنتدى تاني تمام? عشان تشوف اخر حاجة انت عملتها واخر تحديث انت عملته طيب عشان تغير شكل المنتدى بتدخل علي حاجة اسمها مظهر المنتدى تمام? بعدين اه بتيجي هنا تعمل اه تندوس على تصميم تمام زي ما احنا شايفين في كلمة اقتصاميم هنا هندوس على اختيار التصميم تمام? بيفتح لك كمية كبيرة جدا من التصميمات زي ما احنا شايفين. تمام? طبعا بتختار التصميم اللي انت عايزه وحواليك ازاي دلوقتي تختار. بتنزل تحت شوية بكلام. طبعا في صفحات هنا زي ما احنا شايفين. الصفحات دي كل صفحة منهم فيها تصميمات. فلو انا مسلا افتردت اتنينها مسلا اا اختار تصميم مسلا ولا يكن مسلا يعني اختار مسلا التصميم ده تمام? فانا بادوس عليه مرة واحدة كده. ودين بنزل تحت شوية بقى اعمال استعراض للموقع بتاعي او المنتدى بتاعي. تمام? ده هيبقى شكل المنتدى بتاعي اهو. تمام? ده كده هيبقى شكل المنتدى بتاعي. طب لو انا خلاص اوكي عايزه وعايز اطبعه على المنتدى بتاعي هطلع فوق وادوس على كلمة حفز التغيرات. تمام? هدوس على كلمة حفز التغيرات اللي موجودة جنب كلمة استعراض. لو انت مش عاوز تطبع ده يا بتقفل الصفحة خالص. يا اما بتروح على صفحة جديدة من هنا وبتختار تصميم تاني. تمام? انا مسلا لو افترطت انا عايز هشوف تصميم تاني. هدى تصميمات كتيرة جدا قدام زي ما انا شايف. تمام? طب خلاص انا هكتفي مسلا انا مسلا بصراحة عجبني التصميم الاولان اللي هو في لون احمر دهوت. اللي هو ده. تمام? هختاره. وبعدين اه حاجة هنا في استراضح اللي ينزل. تمام? هدوس هنا على حفز التغيرات. تمام? هنا هدوس على كلمة نعم. تم تحديث الصنف المختار. خلاص? تمام? اديني علامة صح ده معناه ان التصميم اللي انا اختارته اتطبق على المنتدى بتاعي. دلوقتي لو دست على معاينة المنتدى. هيفتح لي المنتدى زي ما احنا شايفين بالتصميم الجديد اهو. تمام? طبعا انا كنت مقسم موضوعات بقى قسم المشاكل والحلول والفوتوشوب والكلام ده كله هنعرف ازاي نعمله مع بعض. وازاي تتحكم في الخصوصية وازاي تعمل ادمن طبعا هياخد مننا اكتر من درس زي ما قلت في الاول. مش حابب يكون الدرس الاولين طويل عليكم. انا بس وريتك فكرة ازاي تعمل المنتدى. تمام? ازاي تضيف اقسام ازاي تتحكم في شكل اه اه. وريتك ازاي تعمل المنتدى وازاي تتحكم في شكل المنتدى. تمام? وخليك فاكر ان انت لازم يكون معاك بتوعك ما تبدومش لاي حد لان لاي حد دخل بهم كده هو بتحكم في المنتدى بتاعك. تمام? وزي ما قلت برضو بتنزل تحت خالص بيتلاقي حاجة اسمها لوحة الادارة. دي حتلاقيها موجودة في اي تصميم انت هتختاره. اي حاجة انت اتتحكم فيها تدخل على الواحة الادارة. وبتبدأ تتحكم في بتاعت المنتدى. تمام? كده احنا خلصنا الدرس الاول بتاعنا. من انشاء منتدى. تمام? ان شاء الله الدرس اللي جاي هتعلم ازاي اه نعمل اقسام ازاي نرفع موضوع. تمام? الدرس اللي بعده ممكن نتعلم ازاي اه نعمل اه تصميم او نعمل للمنتدى. نكتب هنا مسلا اسم المنتدى بتاعنا زي ما انا كنت حاطت اسمي مسلا وقال ان صفحتنا على فيسبوك والكلام ده كله. هتكون لدينا نتعلمه مع بعض. تمام? اي سوال هيجي بالك. حاكليني بجاوبك عليه في خلال الدروس اللي جاية. ان شاء الله هناخدهم بالترتيب. اتمنى يكون الموضوع سهل بالنسبة لكم. يكون اه ناس استفدت منه. الناس اللي كانت حابة ازاي تعرف تعمل المنتدى. زي ما قلت فكرة المنتدى هي فكرة جميلة جدا مؤقتة لحد ما تعمل موقع رسمي او تشتري دومين. تمام? بتمشي بحالك او بتقضي بالغرض بتاعك لحد ما يبقى عندك موقع رسمي. تمام? بتنسوش تعملوا لايك على صفحتنا على فيسبوك. وتزولونا على موقعنا عشان تقدر تعمل اه دولود وتشوف الشرحات والموضعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.